السلام عليكم و هل يمكنكم فيديو جديد اصف على الشاشة اللي في سناب شارت اتكلم لان ارفع الفيديو هادا بعدين في اليوتيوب اقلت اصدق ليكون افضل خصلا المواضيع هذه الحصاسة اللي ديني اسئلة كثيرة عنها فيه اشخاص يبونوا نشترون جهازه حين لحق اخراج كبداية لو بتكلم لحق اخراج لا تاخذ المكبوكي لحق اخراج تقدر مثلا تحط الاي جي بيو الخارجي انا عارف انه راح يكون معالج الرسوميات يكون عالي لكن المعالج نفسه معالج الجهاز قليل يعني الجرافيكس راح يكون افضل لكن معالج مدير تغيره ما تحط اي سي بيو خارجي لا افضل انك تاخذ المكبوك 13 او المكبوك 16 خلصنا منهم يجي لحق الشخص يقول لي مثلا انا الشغل قوي حق الاديتينج وشغل قوي اوكي ماكبوك 16 يقول اخذ ليس لدي فلوس انك شغلك قوي يعني هذا الشغل عندك دخل ل aceذا الشاي ما عندك دخل لهذا الشاش ايجب انك ذو رصدك في عمل جيدة . لانه شغل القوي ليaxy هدا الجهاز العالي هدا الشغل القوي لا طيب نيجى حق اشخاص شغولهم خفيف ما علي انت شغلك قوي وما عندك دلقيمة تقدر تشتري مكبوك 50 انتش وما لسن نراحت ممتاز بالشغل نيجى حق المكبوك 30 انتش مكبوك كبرو 30 انتش مكبوك كبرو 30 انتش في نوعين في نوع اشخاص بعضهم قولك او ابي اشتري غديمة هلما لسن نراحت اوكي ابل موجود حطتك سن نراحت المعالج ال 8th generation المعالج الثامن الموجود ترى قيلت لك الكيبورد وحدفت لك الذاكرة حدفت لك الرام هاته الثامن الخفيفه ونزلت لك معالج الرسوميات الداخلي لان المكبوك 13 انش، معالج الرسوميات ليس معالج ميل بالنصله في نفس الجهاز داخل لا معالج امى نفس الي asks ام يسƯ اوكي ، فهما عندما بتمكن شغلك اوكي ، فهمت نتيج يا حتى المكبوك 13 لكن التبريد يكون افضل او حوركم التبريد الى حين بين المكبوك ря 30 انش ومكبوك كبرو 13 و communications يكبرون 16 إنش فهي فروقات بين الماكبوك كثيرتين إنش الموجودة حين بمدخل ثاندر بولت في مدخل ثاندر بولت مدخل ثاندر بولت رح يكون نفس القديم حتى الرامة توقع توقع بس 16 أما أربع مدخل ثاندر بولت يختلف طبعا الجرافيكس مش مفصول مع المعالج نفسه المنزل المنزل مجدد معكم إذا كنت مع مدخل ثاندر بولت مع خلال ثاندر بولت موجود جديد بقل ثاندر بولت ثاندر بولت سيكون المعالج الثاندر بولت لكن الكيبورد أفضل نأتي لكم في موقع الرسمي هنا مكبوك 16 إنش ثارتين إنش المكبوك إير طبعا المكبوك 13 إنش في نوعين في منفذين وفي أربع منافذ لو نشوف المنفذين لو بننزل بس شغل خريف 16 جيجر رامح يوصل تويتير هنا ذاكرة التخزين الجرافيكس أو معالج الرسوميات شوفوا المعالج الرسوميات اللي راح يحطون لك 100 وهنا السرعة والمعالج مثل ما نشوف في i5 i7 وشوف كم السرعة يوصل لو بنرجع نحط أعلى شيء نحط المعالج أو المكبوك إير هذا الجديد الجديد فنشوف هنا رباع النواة الإير راح يكون رباع النواة برضو بس نوع المعالج اختلف معالج هنا أقوى هنا ثماني نواة هنا الذاكرة توصل الرام أو الذاكرة العشوائية توصل 32 هنا هنا 16 هنا 64 توصل فيه فرق كبير هنا الشغل الاحترافي هنا الشغل المتواصل هنا نقول أنزل متوسط دراسة شغل خفيف أخراج خفيف إخراج يعني لتراب ترتفع درجة حرارة الجهاز خلاص أحوريكم أحد درجة حرارة الجهاز ليش ترتفع هنا لو نقارن لكم هذا المكبوك إير شو كيف فيه مروحة بس شغل خفيف خفيف برة حتى المروحة مش مشبوكة على المعالج مروحة مروحة لجنب ما فيه زي البيب اللي موجود هنا الهنش أو السنج اللي موجود هنا عشان يبرد على المعالج مركب في الجنب يخش الهوى يعني يضرب على المعالج خفيف ويطلع شغل خفيف مرة فإذا ارتفعت اشتغلت على يد قوي راح تضرب المعالج أو أن المعالج راح يكون بطيء ينزل أداء الجهاز حتى لو نحط اكسترنال أو خارجي للجي بيو جي بيو راح ترفع أداءه في الإخراج لكن ارتبط حرارة الجهاز ملقة بردعية راح ينزل أداءه هنا المكبوك إير مروحتين هذا المكبوك القصد البرو ثيرتين انش مروحتين ما الذي الجيد راح يكون كذا ولا لا تبريد على المعالج الرسوميات لأن المعالج الرسوميات مشبوك في نفسها بشتشون يعني المراوح راح تضرب على نفس الجهاز أو تدخل المراوح في الفتحات اللي موجودة في الجنب هنا الثنتين تضرب وتبرد على السينج هنا ويبرد على المعالج أما المكبوك سيكسين انتش شوفوا كيف الحجم حقه هذا الحق شغل قوي وهو مبني لحق ذالأشياء قبل ما ما تهتم في ذي المعالج لحق نبي خفيف نبي لأشياء لا خلاص تقيل وركب كل شي فيه علشان الأشخاص اللي يابونا لحق إخراج قوي فالسينج أكبر لو بنشوف البايد نفسه ذي اللي جاي تشونه هنا أكبر وبرضو موجود معالج لحق المعالج وموجود لحق المربع ثاني لحق معالج الرسوميات برد اثنينهم هذا يضرب على المعالج وهذا يضرب على معالج الرسوميات فالتبريد أفضل في السكستين انتش لا يعني الحق مدرسة أوكي بتشتغل على خفيف مرة شغل خفيف أوكي باوربوينت ما راح ما راح تتعوي على درجة الحرارة تصفح تصفح في الانترنت سيرتش بتسوي بتسوي تحقق خفيف لأشياء هذه ما راح جهاز ممتاز وقوي وبطارية راح تكون أفضل من القديمين ماذا ما نشوف البطارية هنا راح يكون أفضل طبعا أوكي بتعادل فيه اللي هنا لكن على حسب التست اللي مسويته أبل لكن لو بتسوي عليه خراج ما راح يجسمعك ساعتين في الاخراج في الأداء القوية يعني لكن نرجع قلتكم هنا الرام هنا معالج التخزي طبعا الرام هنا في الإير لأنه أو المكبوك برو ترى أسرع من هذي من السكستين والمكبوك إير لكن 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 مو معناتها أسرع خلاص الجهاز هذي راح يكون أقوام من السكستين لا الكلوك سبيد أو سرعة الرام نفسه هنا يكون أسرع ومثل ما نشوف 16 إنش هذا الجديد يوصل السرعة 3733 ميجي هيرتز مثل ما نشوف DDR4 هذا الجديد تقدر تاخذ 32 لكن هذا الـ Air 13 مكبوك قصدي برو 13 لكن تقدر تاخذ 16 هذا المكبوك 16 إنش يوصل 2666 ميجي هيرتز لكن مثل ما قلت لكم هذه مش بس السرعة هذه يعني هذا بس لحق الكاش أو البرامج التي تفتحها في الخلفية الكاش ما الكاش راح يكون المكبوك 60 إنش أفضل بكتير أسرع بكتير فهذه بس المعالج أو الرامات إنها بتكون هنا أسرع لكن في الأداء 60 لحق الشغل القوش 60 راح يكون أفضل بكتير بس قعد عيدها لشان الناس ما يقولون لي شي بعدين نرجع لكم هذه الرامات هنا كرقم فالجيد راح ينزل فيه أو آيباد آيفو المكبوك برو 60 في المستقبل راح ينزل عليه 3330 الموجودة هنا لكن يتكون أسرع برضو ليش هنا التبريد لا تأخذ أرقام بدون تبريد هنا التبريد أفضل كل شي هنا يكون أفضل فالمعالج هنا يوصل I7 هنا من I3 I5 I7 يوصل هنا I9 يوصل 60 يوصل I9 بس عشان تنسون هذا I6 هذا I6 القصدي 60 هنا 13 هنا MacBook Air هنا 13 لحق المداخل الأربعة Thunderbolt فمثل ما نشوف عمر البطارية عمر البطارية هذه في الأداء القليل لو بتشتغل قوي العشرة تصير ساعة عادي هذه تصير ساعة ونص ساعتين عادي على حسب شغلك وعلى حسب جهدك هنا مستشعر هنا بس في Touch ID موجود في الجهاز هنا في Touch ID و Touch Bar الفوق Touch Pad التي تكلمنا عنها قبل قليل أو Touch Bar هذه موجودة في Macbook كبرو 2 Air ليس موجودة ما هي الشخص المعرفون ستعرف هذه كلها مجلة فاتحة فاتح متصفح تتغير على حسب متصفح يطلع لك التبويبات تفتح موقع أو برنامج إخراج يتغير على حسب برنامج إخراج يكون لك مثلا ال Bar لتحت العق الإخراج القص مالقص فالتسهيلات هنا هنا Touch ID هنا Escape صارت مفصولة خلاص كل أجهزة قبل الآن التي في Touch Bar مفصول Escape أو القروب مفصولة نرجع مرة ثاني نكمل الشاشة قبل لأسف لم تحط الجديد 14 رنش 13.3 فما تنزل هو تنزل قريب أو لا أسف على بقت في Trackball أو Layball أو الصوت فأحول باللمس كذلك حتى لا أزعج كم بالمعالج هنا تكلمنا قبل قبل يوصل لغاية 4 أو i7 رباع النوا هنا يوصل i7 رباع النوا لكن هذا غير هذا أداء خفيف الرقم i7 هذا i7 هذا الجيل العاشر هذا الجيل العاشر لكن الجيل العاشر فيه فئات كثيرة هذا الشغلة خفيف هذا الشغلة أحق دراسة هذا الشغلة أقوى هذا عد i9 وفي i7 برضو الجيل القبل وقبل هذا لكن هذا الجيل الثامن هذا التاسع تقريبا حتى i7 لكن هذا أداء أعلى حتى لو يكون الرقم نفس الرقم هذا يتم أداء أعلى حتى لو i7 لكن هنا يوصل i9 قلنا لكم الذاكرات توصل 16 32 64 هذا أعلى 16 32 64 64 الذاكرات كلهم تقريبا من 256 الهين 2 تيرا هذا الهين 4 هذا 8 تيرا ما الذي يشتري 8 تيرا لا أعلم تريد أن تشتري خارجي يعني هاردسك وتضع لك هدك تشبهات خلصنا منهم معالجات نجيك شوفوا المعالجات شوفوا الفرق هذا i3 i3 هذا كل شمرة بتشتري لحق الجامعة بتصفح بتخلي نفس أيبات تصفح بس ما تلعب فيها لكن تصفح بتسوي بوربوينت بتسوي وورد بتفتح بتشوف لك فلان في نتفليكس ممتاز هذا ما في أي شيء هذا i5 شوفوا i5 هنا المعالج هذا الجيل العاشر وهنا i5 الجيل العاشر شوفوا السرعة هنا رباعي هنا برضو رباعي بس التردد حقه 1.1 جيجاهيرتز هنا 2.4 شوفوا فرق هذا الجيل العاشر وهذا الجيل العاشر هذا i5 هذا i5 بس يختلف الرقم السرعة تختلف هذا مبني لحق جهاز أعلى أداء أعلى هنا i7 برضو i7 1.2 هنا 2.3 شوفوا الفرق هنا أسرع i7 فتخيلوا i7 هنا شوفوا i7 هنا هذا الجيل القديم معالجات هنا الجيل قديم أبل بتنزل السنة الجيل العاشر لكن شوفوا i7 هنا شوفوا i7 الجديد أعلى 1 2.3 هنا 2.6 شوفت كيف خلن نكمل i9 برضو 2.3 صح لكن أداء أعلى رح يكون لأن i9 محطوط i9 هنا i9 2.4 لكن 5 GHz فشوفوا السرعة حقتها 5 GHz هنا توصل 4.1 هنا توصل 3.7 3.6 هذا طبعا عاد على حسب اختبارات وتبريد الجهاز وكيف انبرد وكيف انحط الله كريم يدوصل حق السرعة هذه نجي معالج الرسوميات الجرافيك الموجود هذا هذا ما معناته هذا لحق هذا لحق الألعاب الخفيفة هذا لحق يعني أكثر مثلا لحق الإدت بتسوي أخراج فيديوهات هذا لحق الجرافيك هذه الاثنين هم الرسوميات موجودة في نفس المعالج مش مفصل أداء مش عالي هذا لحق شغل خفيف بتسوي مثلا فاينال كات عليه وتشتغل قوي وتسوي 4K60 راح ينته الجهاز راح يصير ثقيل مرة ما راح يشتغل عدل ولو تحط المعالج المعالج ليس بمبنع إخراج ليس بمبنع شغل قوي راح ينهلك المعالج أداء الجهاز يقل المراوح ليس كويسة هنا لأن المراوح خفيف لشغل خفيف نحن نحن لحق 60 عدد حدث ولا حرج معالج الرسوميات هذا في جميع العددات جميع الأجهزة معالج هذا في نفس النواة أو في نفس المعالج هذا كارت الرسوميات أو رسوميات نفسه في نفس المعالج نفسه نفس اللي هنا وجدين لكن نجي لحق لتحت هذا المنفصل تبي تختار بكيف أنت أنت تفتح موقع عبل إذا راح تحب تشتري المعاء الماكبوك الجديد تروح موقع عبل ورح 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 طبعا حسب مواصفات الجهاز التي تختار مثلا المواصفات العادية هنا المعالج المواصفة العادية في 6 كور وثماني كور 9 جنرات مثل ما نرى هنا الرامات كيف أنت تاخذ 2264 هنا الجراف مثل ما نرى رباعي 5300 5500 رباعي 5500 ثماني أنت بكيف على حسب الإدت حق على حسب استخدامك هنا الهاردس كيف قد تختار مدل 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 أخذ المعالجات أفضل أنك تاخذ شغلك خفيف مرة مرة وبتاخذ 60 يش أخذ لك هنا تاخذ يعني أنت على حسب استخدامك أنت على حسب إدت لو أنك شغلك قوي 3D ولا أشياء دي ما راح أصلا تفتح الفيديو حق لشان شو المنصفات أنت أريد يتعلم المنصفات فرح تاخذ هذا شغلك لا 6K إذا نزل خلاص تعمل لها لعلى طب الذاكرات ساعد التخزين ما رضو تكلمنا عنهم MacBook Air 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 Pro 16 الشاشات في اختلاف هنا نفس الشاشة Air و Pro 13 لأنه بعد الجهاز 13 نفس الشاشة هنا أعلى 16 السطوع هنا 400 دفاغات نتز 500 هنا 500 السطوع لإستخدام بره مثلا في الشمس لو ترفع إضاءة كلها رح يكون في اختلاف برضو لحق الألوان مجموعة الألوان هنا عادية srgb هنا ألوان أكثر في البروت نينهم تكلمنا عنه الوزن في اختلاف 1.29 1.37 2 ففي فرق كبير فعلى حسب الوزن حق الكتابي الكاميرات كلهم أعزب ما الله زفت الصوت في فرق هنا Dolby Atomos لكن هنا الصوت أفضل وهنا أفضل بكثير مع مايكات خمسة مايكات هنا مكبر صوت هنا تأخذ مايكات تحط تسبيكر خارجي تسبيكر الجهاز يكفي فست مكبرات هنا ومع مانع sub over ومانع ضجيج اهتزاز الصوت تقنيات هنا مدروس لحالها لحق الشغل القوي كلهم فيهم مدخل للسماعات لأنه لحق اليدت والشغل القوي فلازم لا تخل السماعات لا تسوي ببلاوتوث في تأخير سيكون بلاوتوث طيب نكمل معاكم فخلص من الأشياء الكيبورد ما الكيبورد يعتبرون مشتركين لكن هنا الكيبورد 60 إنش سيكون حجم كامل هنا على حسب الحجم الجهاز كم زر والأشياء هذه موجودة هنا برضو هنا الشبكات كلهم نفس الشيء Wi-Fi 6 أو AC قصدي منفذ الدأ السماعات 3.5 هنا رباعي 4 منافذ أو 2 منفذين يختلفون و المواصفة الجهاز ستختلف على المنافذ حتى المعاجر سيختلف 8 أو 8 الجيل الثامن أو 10 منفذين سيكون الجيل الثامن و المواصفة ستختلف و سأضع الموقع وعلمكم كيف الدخل هنا رباعي على طول 4 على قصدي تندربول التحقيقات والأمن Touch ID تجبار هنا موجودة أبل بي كلهم مدين مكالمات كلهم نفس الشي مكالمات صوتية كلهم نفس الشي لكن طبعا في المايكات سيكون أفضل هنا فبتسجيل الصوت بدون سماعة سيكون أفضل سيري كلهم نفس الشي طاقة هنا المغاييس التي دغستها أبل فوق تختلف يعني هنا 100 سيكون أقوى أفضل لأن المراوح قليلة الجهاز لا يحم كثير الجهاز ليس باني على السخونة الجهاز لا يبني لأن تشغل قوي يعطيك أداء أكثر لأن هنا الناس يشتغل للجهاز يدورون البطارية لا يشتغل شغل قوي لأن تعرف أن أداء الجهاز يكون عالي فبطارية تحترق بسرعة تخلص بطارية بسرعة هنا الشغل خفيف الناس يدور جامع يروح 7 ساعات يشتغل 8 ساعات بالراحة هنا الشغل خفيف متوسط فبعض الأشخاص تخلص بطارية عليهم لكن الأشخاص لا يهتم بطارية قبل كبرت لهم بطارية لأن الحجم الجهاز صار أكبر لكن هنا 11 ساعة لكن أقول لك في الاختبارات في الاستخدام القوي ساعتين لا يتم معك ولا أحد يفكر بالشي انت تشتغل لشغل قوي انت يحط الشاحن في الكهرب على طول أو لابتوب في الكهرب على طول فكثر الله خيرة في ساعتين إذا تفصل والشغل يتحرق ثلاث ساعات البطاريات حجم بطاريات اختلف هنا 100 واط هنا 58 واط في الساعة هنا 50 واط في الساعة الشاحن يختلف 30 ممتاز 61 61 ممتاز 61 96 يعني نقول 100 واط ممتاز لا 100 واط منافذ كلهم USB يعني تقدر تاخذ هذا الشاحن وتشحن بهذا أو تشحن بهذا عادي والله هذا الجهاز يبي 61 إذا عطيت 96 راح ياخذ 61 بس هذا لو تعطي هذا راح ياخذ 30 بس ياخذ الشي السيفتي حقه حتى لو ياخذ أكثر لكما راح ياخذ يحمى فما راح ياخذ المقدار الكافي ورح تأثر على البطاري البطارية تبي زيادة تشوف انت تحط يشحن ببطارية هذا أو بلغ حق هذا تشوف بطارية تقل ما تزيد فتقريبا تقريبا هذا كل شي طير من يومين اشتري راح أعلمكم حين كيف أشوف المواصبات التي فتحت برضو راح أعلمكم تبي تشوف المواصبات لحق الجهاز ثاني بتغارن فيه برضو راح أعلمكم تفتح موقع أبل شوف معاي حين نفتح نفتح موقع أبل 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 بس اكتب بس أبل شوف أبل بس أبل أضغط أبل بس والله بس أبل قادي والله تقدر تكتبها مش صعب انك تكتبها طيب إذا كتبناها شو نسوي ننزل آخر شي تحت إذا كنا بمواصبات باللغة العربية ننزل آخر شي نضغط على علامة United Seed هنا نختار الإمارات أو السعودية كيف كونتوا على حسب الدول اللي عندكم بس المكتوب بالعربي فراح يكون لغة عربية المكتوب الإنجليز رح يكون باللغة إنجليزية نضغط اللغة عربية مثلا طبعا الشيء المبني مش بس على الإيفونات أو الإيبادات أو اللبتوب يعني على كل أجهزة قبل تقدر تسوي الحركة نفتح المك فندور المك فوق رح يكون عندنا خيارات فوق موجودة ندور فيها المك هنا وإنما ماك هو وده المك تقدر تسوي على الإيباد برضو بس نضغط على المك يفتح المك الجديد هذه الجديد 13 13 16 16 MacBook Air نختار لا نغارن أو هل ندور فوق المغارنات مغارنة نضغط عليها ضغط على المغارنة يفتح لنا إذا جهازك الايفون سيفتح لك اثنين بس إذا جهازك لابتوب أو أي لابتوب أو آي باد سيفتح لك ثلاثة تغارن تختار هنا وتغارن الشي التي تبه تضغط وتشوف أرجع أقول لك إذا إنت لحق يخراج اخذ 13 على المواصفات أو 16 أفضل لك أفضل 16 إذا اخراج قوي وكل شي متوسط إلى قليل هنا هنا الشغل جامع لتجي لتغررني تبي آيباد أو ماك هذا نظام وهذا نظام من ذلك الشي يصلح لك أنت لتعرف أنت لتعرف تبي برامجة غير الويندوز شغلة غير برامجة أنت تعرف تخش الجامعة أنت تعرف أنا بالحق تصافح هذا شغل خفيف ماك بوك اير أو ايباد على طول العراب تلعب فيه شوي الايباد يكون أفضل من ماك بوك لا أبي شوي ايدت والأشي ماك بوك 30 ابي ايدت حلو وقوي ومتشنو عندي قناوة ماك بوك هنا شراء هنا الخدمات اللي كان جهازك خربان تبدو تعدل فيه معنى من الآخر واحد فنضغط سيل هنا نضغط الادرس العنوان حقنا أو العنوان حقنا عادي تضغط مثلا الستي المنطقة طبعا لو ضغط هنا رح يحد امريكا سدقيق طيب لو نكتب الرياض مثلا تختار الجهاز التي تشتري ايفون آيباد وكل شيء سيضع الموزعين حقنا نختار الماك نضغط go سيطلعون بالخريطة يعطينا الموزعين الرسميين اللي بينزلون الجهاز وين بينزل وكل الشيء موجودة عندك في الخريطة هنا موجودة كلها جرير موزع رأس من موقع عبغل يقول جرير وحشترة المواقع الثاني الشركات الثانية كلها موجودة كلها اكسرا عبال شوب أول ما رسمعان بس هنا عبال شوب موجود هنا فهذا الموقع هذا المكان هذا الويب سايت هذا الرقم مدق عليهم يقول لهم متبينزل لايباد متبينزل لايفون على حسب انت اللي اخترت مثلا اخترت لايباد اضطلهم متبينزل لايباد الكيبورد الجريد لحق لايباد اللي هو الكيبورد التجبار اللي موجود هذا بلغة عربية متبينزل انت دق عليهم اهم الموزعين رسمين لازم تختار الشي اللي لهم تختار يعني تخش على الماك وتختار ترجع تخش ايباد ارغط هنا واختار ايباد اختار ايفون ودق عليه و اهم اللي يعرفون خلصنا من دي الشي لا تبي تشوف المواسطات انت وتبي تختار المواسطات اللي تبيها من الموقع هنا خلك على United نرجع United نختار الجهاز اللي نبي نرجع مرة ثانية اوريكم حين علشان وريكم المواصطات من هنا السعودية ما فيه ابو الرسمي في المرات تغريبا فيه ابو الرسمي اوكي نروح للمرات صح ليش نختار United نختار المرات نضغط تحت نروح للمرات بما في موقع بالرسمي الحركة مثل ما قلت تزدون اخر البحرين الكويت السعودية اليابان الهند بلجيك كلهم موجودين تحت اذا مش موجود يعني ما عندك لموزع رسمي ولا عندك ابو ولا افتكرت فيك ابو او في دولتك منتظر منتظر ابو تفتكر و تجي اوكي نخش على الماك اختار شراء على طول شراء من هنا ما رح يفتح ليني بيقول الموزع رسمي لا ابو الموجودة في المرات رسمية على طول يعطي اياها المواصطات تكلمنا عنهم 1.4 1.3 الى 3.9 المواصطات كلها هنا موجودة ليش امارات اعطيني بالانجليزي حنا ما كنا اخترنا امارات السعودي السعودي امارات بالعربي اوكي امارات ماكبوك شراء يقلب انجليزي اوكي يقلب انجليزي فنكمبل المواصطات هذه اللي تكلمت معنهم الذاكرة المعالج الرام السوريج نوع الشاشة ماجيك كيبورد كلهم ماجيك كيبورد طبعا نحن تاتش بار ثاندربولت 2 هنا فلو تضغط تخلي 4 او لا هذا 4 موجود هنا 13 وهذا 16 هذا 2 فالمعالج القديم 8 generation هذا 8 generation هذا 10 generation هذا المعالج الجديد هنا ثاندربولت 3 و 4 هنا 2 هنا 2 هنا 4 فيه هذا السعر نضغط عليه نشوف الموصبات حقتنا اللي نختارها يعني نضغط عليه ننزل تحت طيب تجي هنا وتختار اوكي تابع 2 gigahertz 4 النواة مثلا رباع النواة الجيل 10 لا بهذا الرباع النواة وتكتب الموصبات 2.3 الين 4.1 مثلا تجي لحق الرامات تابع الرام 3 مثلا تجي لحق الهردس تابع 2 كيبوغ عربي خلصنا تجي هنا تاخذ مواصبات اللي خدت لك تبيجي للسابع او i7 تختار مواصبات تاخذ مواصبات لحق ذي وتروح المحل طيب تروح جرير تروح اكسرا تروح اي موزع رسمي في السعودية او اي موزع رسمي بدولتك تقول لهذا المواصبات الابية لها macbook 16 انش مكتوب في الشاشة macbook bro تستميز انت لنرفع فيه ترفع يقول لك خلاص نشتري لك تطلب اذا موجود لهم رح يطلبون لك اذا موجود عندهم حلو خير ونعم كذلك انت حليت كل شي خذ سكرينشوت جمعت مواصبات التي تبه انت من جهازك احتياجك مثلا انا ما ابي تتيرا وانت تكفيني انا 512 تكفيني او 265 او بحط df لو تحط مكتبة الجامعة كلها ما رح تاخد شي فعلى حسب احتياجك باشوف افلام ما رح حمل افلام باشوف on-line 128 حتى 64 ممتاز يعني فعلى حسب استخدامك حسب احتياجك انت اللي تقرر انت اللي تقرر تاخد مصبات تروح المحل وكل خلصنا من كل شي لا تغارن lipad بالماك هذا الشغل وهذا الشغل والله انت تبي لحق العاب تبي لحق كتابه جانع pdf هذا هو تبي لحق برامج موجوده في الماك مش موجوده في lipad انت اختيارك اتوقع كده قلت كل شي سامع